موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناة الالي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير والفقرة الحوارية الثانية والاخيرة من برنامج الاهل الليلة الفقرة النهاردة فقرة مهمة جدا ليه؟ لأن هناك قضايا رياضية مهمة جدا نحن نتكلم عليها في الفترة اللي جاية والمباريات مش 90 دقيقة فقط لا في أمور بتبقى أهم بكتير جدا من 90 دقيقة ممكن توصلك أنك تلعب 90 دقيقة بحيادية وبعدالة تحكمية ممتازة جدا لكن في نفس الوقت في أمور وفي كواليس ممكن تدار أخلف المباريات أو قبل المباريات ببلا تأثير على النتائج أو تأثير على البطولات حتى في المباريات النهائية وخلال السنوات الأخيرة تحديدا في القرى الإفريقية وفي الكرة الإفريقية البطولات الإفريقية وتحديدا دور الأبطال والكونفدرالية كان هناك نتائج ومباريات حسبت بسبب أخطاء تحكمية لكن خلال متابعتنا لهذا الموضوع وحتى متابعة الصحف الإفريقية والصحف في شمال إفريقيا الصحف العربية الفكرة مش في الأخطاء التحكمية والأخطاء التقديرية من حكم المباراة لا هناك أيضا كمان مخالفات في التعيينات بالنسبة للحكام وعدم تقدير لقيمة المباريات والفرق المصنفة بإدارة هذه المباراة من حكام قد يكونوا غير مصنفين أو مؤهلين لإدارة هذه المباراة إذن إحنا وصلنا للمرحلة قد تكون بعيدة عن الخطأ التحكيم أو خطأ تقدير الحكم لطبيق القانون في المباراة بل ذهبنا إلى فكرة التعيين في حد ذاته والتطوير الموجود في الاتحاد الإفريقي بخصوص لجنة الحكام في الفترة القادمة لذلك النهاردة نبدأ نفتح هذا الملف ونتكلم في هذه القضية وهي فكرة التحكيم في القرى الإفريقية ومدى تأثير الحكام على إدارة المباراة خلال الفترة القادمة وجاءت مباراة النجم الساحلي والأهلي لتفتح هذا الملف على شكل أوسع وعلى شكل كبير جدا لكي نناقش هذه القضية من خلال قرارات أو من خلال معلومات أنا استعرضها بالتأكيد مع ضفنا النهاردة لأن ضفنا النهاردة حكم دولي سابق سبق لي أنه هو أدار العديد من المباراة الإفريقية عالم بالتأكيد ببواطن الأمور وإزاي بيتم اختيار الحكام للمباراة الإفريقية هل بيتم مبناء على معايير؟ هل هناك تصنيف للحكام؟ هل هناك حكام نخبة؟ هل هناك معايير فنية اللجنة بتستند إليها؟ من المسؤول من لجنة الحكام للتحاد الإفريقي التي بتختار على أساسها الحكم اللي بيدير هذه المباراة؟ كل هذا وأكثر بالتأكيد عن إيشها النهاردة وفي بداية هذه القضية مع الحكم الدولي السابق الكابتن أيمن ديجيش كابتن أيمن منور الدنيا وأهلا بك ربنا أخليك أس محمد سعيد أني موجود معاك النهاردة في الحلقة ديج أنا أسعد بالتأكيد ونفتح ملفه مهم جدا لكن طبعا في البداية وبمناسبة أن معاك كابتن أيمن ديجيش لازم نتوجه بواجب التعزية للكابتن مرحض عبدالعزيز وأسرة الكابتن مرحض عبدالعزيز وفاته خلال الأيام القليلة الماضية الله يعني يلهم أسرته الصبر والسلوان وخالص التعازي والبقال الله لأسرة الكابتن مدحط وخالص تعزينا كمان لأسرة التحكيم المصري أسرة الرياضة المصرية في وفاة الكابتن مدحط عزيزناه من بارح لكن الكابتن مدحط عبدالعزيز ده كان كيما كبيرا كلعب كرة محمد وكحكم الحقيقة عانا كتير في المرض ويا رب يكون شفيع لي بإذن الله ويكون في الجنة ألف رحمة ونورة كابتن مدحط وربنا يعوضه مكير فيه يعني والبركة في ابنه محمد يعني وبإذن الله يكون هو بديل لوالده بإذن الله وربنا يكرمه بإذن الله وأنا الأوان بقى أن لجنة الحكام أو الاتحاد المصري يبقى فيه صندوق مخصص لرعاية الحكام القدامة أو حاجة مخصصة للحكام دي دي أزم عمد أنا أنا بطلب برضو يكون فيه يعني طبعا عارفين الكابتن مدحط مرحلة كبيرة جدا من لجنة خمس سنين وانت تعلم ذلك حقيقي وفي الناس وفيت بصراحة سيدة الوزير أشرف صبحي والوزارة ومن قبل سيدة الوزير أشرف صبحي كمان كان تقريبا السيدة عمري فاروق تقريبا اللي كان موجودين قبلها يعني اللي تعاقبوا على الوزارة في التوئيد دوان بصراحة كان فيه مساندة والاتحاد الكرة برضو كان لكن انت عارف المرحلة كانت كبيرة للعلاج والأسرته أنهاكت أسرته كتير فأنتمنى برضو أن سيدة الوزير والوزارة والتعاد الكرة كان لعب كبير وكان لعب دولي وكان حاكم دولي وكان حاكم كبير المفروض أنهم برضو يوقفوا مع أسرته يعني بموجودين بجانبهم يعني لأنه أقدم كتير يعني للرادة المصرية عموما أكيد خلص التعازي لأسرة الكابتن متحت وربنا يرحمه ويخفر له يا رب ويكون مسؤول أخير في الجنة يا رب بإذن الله طيب كابتن أيمن ملف التحكيم الإفريقي ملف شائك محتاجين نتكلم في تفاصيل كتير لكن عايزين نبدأ بحاجة إيجابية وحاجة مميزة كابتن محمود أبو الرجال حكم دولي مصري مساعد كان موجود في كاس العامل الأندية بيحضر معسكرات الحكام في الفترات الأخيرة من حكام النغبة المصنفين في الاتحاد المصري والاتحاد الإفريقي وكمان من أبرز الحكام اللي مدربين ومعه رخصة على فكرة التعامل مع تقنية الفيديو الفي أر أكيد كابتن محمود حضر كذا معسكر طبعا من البداية اللي بيستعينه وكابتن محمود أبو الرجال الحكم من المساعدين المتميزين اللي هو بإذن الله أتوقع له بقى يبقى موجود بإذن الله في كاس العالم عشرين اتنين وعشرين استعينه بيه وكان موجود قبل كده وطبعا لعب كاس العلم للشباب ودي كاس العلم لندية لو ماشي من ضمن قدكم كاس العلم لحقيقة بيقادي أداء متميز أدار أربع مباريات في كاس العلم للأندية منهم مباراتين كان في غروفة الفار فالحقيقة طبعا يبقى فايدة كبيرة لنا كمان إذا كنا عندنا نية إنه إعنا ممكن ننفذ يعني ننفذ المجودة يبقى محمود توجده يبقى ليه توجد كبير يعني في الموضوع ده بإذن الله وبنبارك له على كاس العلم للأندية وحاجة مشرفة ومشرف مصر وشرفنا جميع يعني يعني شرف التحكيم المصر يعني طيب احنا معنا صور لكابتن محمود أبو الرجال في كاس العلم للأندية اللي كانت الفترة الأخيرة بتقام ومنطبعا نديل فاربول الإنجليزي فاز بالبطولة لكن محمود أدار مباريات أو كان موجود في المباريات لغاية مباريات الثالث والرابع الثالث والرابع لغاية نهاية البطولة أدار مباريات كحاكم مساعد مع مصطفى غربال الحاكم الجزائري وكان هو موجود كحاكم في الدور في الثالث والرابع كان موجود كحاكم احتياطي موجود مع الطأم وكان مستقفى غرباء للحاكم اللي هو في طأم محمود كان موجود في النهاية كحاكم رابع كحاكم رابع فهو اشتغل كان عنده مباراتين كحاكم فيديو هو اشتغل يعتبر جميع مباراته البطولة كان الاعتماد عليه وكان التقييم لمحمود حاجة كويسة يعني هو حتى كمان مع المجموعة الحكامي اللي كان موجودين في المعاشق ناسيمه بوساكا وإنفانتينو مجموعة السور ربنا يكرمه محمود يستحق كل خير هو الحقيقة بيشتغل وبيكتهد وربنا يوفاه بإذن الله من المناسبة جماعة طبعا غرفة الفار غرفة الفار اهو محمود اهو ما شاء الله يعني حاجة من المساعد المصر الوحيد اللي معاه رخصة تدريبية في موضوع التقنية بالضبط لو فيه احمد حسام تقريبا حقا نحاضر معسكر في المجرد يعني حاولي فيه كمسة موجودين ممكن يكون معهم الرخص السورة اللي فاتت دي كانت مع ناجل جويني المحاضر التونسي الكابتن ناجلي جويني رئيس لجمة الحكام وهو هناك في قطر وهو طبعا من الفيفا لان الكابتن ناجلي يعتبر مستقapa الفيفا كان موجود معهم بصفة الفيفا بصفة الاتحاد الدولي طبعا لان تشربنا في الصور حتى مع مكاري جسامة ومصطفى غربار هو موجود معهم بصفة الاتحاد الدولي لأنه موجود في البطولة لأنه دائما موجود في البطولات الكبرى قيمة كبيرة يعني كابت الناجي جويني أنا أتكلم عن كابت الناجي لأنه كمان مش موجود في الاتحاد الإفريقلي thoroughly هنا مع إنفانتينو مع أكتر من حكم لأنه بيبعض الشهر التقدير وكلينا رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي مع كولينا وفانتينو حاجة مشارفة مع محمود رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لقرة القدم هو المسؤول طبعاً على لجنة الحكام ومسيمو بوساكا هو مدير تطوير اللجنة في الاتحاد الدولي كمان ومسيمو بوس محمود ما شاء الله مع مسيمو كمان أسعد عجل الحاكم أسماع عمد إنه هو لما بيوصل للمستوى بتوصل ده النجاح بقى يعني ده ده أنت بتحس به لما بتكتهد وبتتعب وبتوصل إن أنت توصل لاتحاد الدولي وتلعب البطولات الكبرى زي دي بيبقى شرف كبير يعني شرف كبير لمحمود وشرف كبيرة للتحكيم المصري عموماً يعني تمام إحنا عرضنا الصور دي لإنه بقى ما تخلينا وإحنا بتكلم على الفار بلزبط عندنا حاكم أو اتنين أو تلاتة هم المدربين ومعهم رخصة تقنية الفيجل في أر هو في أمين موجود برضو في الجي طبعاً كابتن جياد جريشيا هو في أمين عمر موجود مع الرخصة وأحمد حسام ومحمود أبو الرجال على ما أذكر يعني هو دي المجموعة اللي معه رخصة الفار قبل ما نخش في تفاصيل الفار أنا بس أذنك أذنك أذن محمد بس يعني هرجع لموضوع متحت بس عفواً أنا كان أستاذ خالد عب العزيز برضو من ضمن الناس اللي كانت موجودة وكان لي دور في الموضوع ده كان موجود في الفترة اللي قبلها يعني عشان ساول مني يعني كان الأستاذ خالد عب العزيز يعني كان لي دور برضو في الموضوع ده عشان دي كل واحد برضو إيه يعني حق يعني بالتأكيد طيب بنتكلم عن الفار وذكرنا أسماء الحكام اللي اتضربوا على التقنية ومعهم رخصة التقنية في التدريب في الفترات السابق هل الحكام مؤهلين أو عندهم وقت يتضربوا على التقنية الفي آر خلال الفترة القادمة ولا وضع تقنية الفار بالنسبة للدور المصر الفترة الجاهزة لا بالنسبة لحكامنا لا حكامنا دي قصة كبيرة أنا بصراحة أسماء حمد بستغرب جدا من التصرحات اللي طلعت ان احنا هننفذ التجربة من الدور التاني الموضوع أكبر من كده بكتير يا جماعة اللي بيحصل اللي أنا على علم بيه واللي أنا بحثت فيه وشفت فيه اللي بيحصل اللي بيجي لجنة ان انت بتطلب بيجي لجنة بيجي لجنة هنا تحاضر لجنة المسؤولة عن المشروع دوان بتجي لجنة حاضر للي هيحاضروا الحكام بتحاضر للي هيحاضروا الحكام اه بتعمل هنا وبعدين بعدين تسيبهم وتروح وترجع وتشوف وتتابع وفي الاخر خالص هي تديهم هي تقولهم لا فيه تدريب تاني التدريب لسه يستمر لسه يعني القصة ممكن تقول لها ساعة يعني ممكن يرجع يرجعوا يقولهم اه طبعا الموضوع مش أقل من 8 شهر لو انت ماشي بسرعة 6 شهر فانت بتتكلم دور التاني دي موضوع استحالة طبعا معرفش يعني ازاي هم يعني صراحوا بكده لكن انا اعتقد ان الكلام ده يعني مش هيبقى السندي خالص يعني اذا كان فيه اذا كان فيه عندهم النية للتنفيذ سريعا سريعا مش تبقى قبل الموسم القادم يعني اذا كان فيه هتبقى في حيز التنفيذ يعني يعني هي القصة مش في الشركة اللي هتتعاقد معها لتطبيق التقنية اللي هي الشركة اللي عندها المعدات اللي هتصور واتطبق بها التقنية احنا بنتكلم فيه احتياجات للتقنية انت هتعملها لك الملعب موجودة عندنا ما شاء الله الملعب عندنا موجودة كل ملعب محتاجة كاميرات معينة لكاميرات التقنية التقنية بالبر الكاميرات ملاش دعوا بالتصوير التلفزيوني برضو عشان الناس تبقى عارفة دي مجموعة الكاميرات بتبقى خاصة بالغرفة بتاعت بالغرفة اللي احنا شفناها دلوقتي فعندك في كل ملعب 15-17-20 كاميرا حسب الشركة دي خاصة دي بتبقى موجودة في كل ملعب دي بتبقى موجودة الحاجات دي طبعا ده شغل الاعداد بتاع الشركة والكلام ده بتعمل شغل اللجمة الجبلاء بقى الاتحاد التدريب ده قصة برضو كبيرة يعني انت بتتمرن الحكام وبعد بتتمرن بتبقي تعمل التجارب وبتعمل قصة قصة كبيرة جدا عشان هو يديك الرخصة او يبقى الموضوع يقول لك مجلس الاتحارة دولي اه عشان انت تبتدي مش القصة بتيجي النهاردة مثلا انسح بكرا الصبح الاسبوع الجاي فيه تقنية الفور الكلام ده مش مزبوط يعني انا بصراحة كان عندي سجراب من التصراحات التجربة في الوقت ده في الوقت المعاين ترى ما انا ما تفوقتش ما جتش الشركة ما ابتدأتش تدريب بصم محمد ما حددش موعيد لبداية التجربة طيب المجلس الاتحاد الدولي لقرات القدم وقانون قرات القدم اولا لازم هو لديك الرخصة بزبط هم هو ولازم تاخد موافقته بشكل رسمي طبعا يعني انت مثلا لما جينا احنا هنا عملنا مثلا مرة مرة جينا اول ما التجربة احنا دايما دايما صباقين يعني يعني انا في حاجات معاينة كده دايما بنعمل حاجات في التحكيم يمكن التحكيم عندنا ينكي الفترة اللي فاتت شوية يعني عشان برضو حقاك الحق كان موجودة تابنى عصام في الامور شوية بتدينا نبص تحاد دولي خلاص الناس بتقدم انت لازم متقفش مكانك لازم تتحرك فبقى فيه شغل في التحكيم كبنى عصام مش هنا بس انت كنت بعيد اوي انت كنت توره فبداية تتتحرك تقرب شوية تقرب شوية فما جينا عبنا مثلا نعمل سماعات اشتغلنا تلفونات الاول فترة من الفترات يعني مش اليربيس اه اشتغلنا طبعا كلام مش مزبوط جدا ان احنا في عجب مفكر في حاجات جريبة حطينا مرة تلفزيون حطينا التلفزيون في ملعب جي محمد الحنب محمد فاروق جي قال له تعالى اشوف اللعبة لما جي لا صورته محمد على هو المخرج جاب اللاطع على الحبل اللاطع فمحمد فاروق يبوس لا صورته محمد فاحنا يعني في عاجات بتحصل لا ما بنعملش تفكر تريد ما شاهد قد صعب اوي اه ما هي دي ما دي بداية التجربة بتاعت انما اه ده الكلام ده طبعا لتحدى اولي بقاءات الكلام ده ممنوع ما فيش الكلام ده خالص والدرش يعني انت النهاردة ما تقدرش تنفذ التجربة دي من نفسك فاصلا لازم تاخد رخصة بيها رخصة بيها اه يعني متفاجئة تجيب انت امكانيات واسعة وتشتغل مع نفسك لا لازم نعرف لازم تبقى تابع الاتحاد دولي لازم تبقى انت واقد الرخصة ولازم عارفين ان انت بتنفذ والكلام دو اه وفيه اشراف تمان منهم فيه اشراف بالزبط كده يعني طب هل لجنة الاتحاد الكورة بتتكلم في القصة دي ومش مدركة الامور الفنية اللي بتتكلم فيها لجنة حكام اكيد عارفة الامور الفنية دي والله بص اك بص اللي انا عرفه ان المفروض ان انا لما بقى في موقع مسئولية اي تصريح بيطلع لازم اكون مدروس هو ده اللي انا عرفه يعني في الشغل وفي العمل انا لو بطلع تصريحي المفروض ان انا عندي دراسة بي عندي دراسة بي وحطت الخطة وحطت المعاد امتى وبحط حتى انا نارضة محط كتة معمد واقول مثلا انا هبدأ في شهر اثنين مثلا انا دراسنا الموضوع وهبدأ في اثنين فانا لما اجا صرح برا هقول انا هبدأ في شهر ثلاثة تمام او شهر اربعة هاجي ممكن اجا يبدأ قابلها لكن انا صرح قبل دراسة الموضوع دي انا ما اعتقدش يعني المفروض ان ايه ما تحدثين طيب طبعا كنت عايز اتكلم معك في الامور الادارية لان الفكرة كمان مش في الحكام اللي هيبقى موجودين في ادارة المباريات وازاي يتم تدريبهم وانهما ياخدوا رخصة تدريبية على تطبيق التكنية الفي ار لكن كمان عايز اروح لفكرة التعاقد مع الشركات او الشركات المنوطة بتنفيذ هذه التكنية بس دي امور ادارية بعيدا طبعا لامور الفنية اللي الكابتن ايمان مختص بيها دي في بقى امور تانية مادية زي ما احنا عارفين امور ادارية ومادية المادية من اللي هيدفع الاتحاد هيدفع هيبعت الاندية الاندية هتوافق او الا مش هتوافق دي قصة المادية دي انا فعلا فجيت برضو فكرة الاول قال لك الاتحاد هيتعاقد مع الشركة وبعكده قال لك الاندية هتبقى شريكة معنا هو مش المفروض الاتحاد هو اللي بيتعاقد مع الشركة هو اللي بيصرف على التقنية من ايه تزد اكيد فيه رعي مش فيه رعي موجود في الاتحاد التجربة ولكن فيه انديه برضو خلنا نتكلم بسمعه مش كل الانديه هتقدر انه هي التصراحات اختلفة هتبقى هتبقى فيه انديه انا اشوف تصراحات من فترة انديه قالت احنا مش عايزينها مش ان مش هندفع لا هو الاتحاد في الميدالة اما تكلم على التقنية ما قالش اوصلا انديه هتشارك فيه ولا تدفع لا بس جات فترة قاله قاله هتشارك وفي انديه سمعت الكلام دو يعني فالموضوع صعب حتى انا سمعت حاجة جريبة برضو يعني سمعت حاجة جريبة جدا قالك طب اه ماتشاط يعني ممكن بعض الماتشاط مثلا يعني نهاردة انت لو جيت طبقت مثلا في الدورة العام شجال او جيت طبقت في بعض المبارات انت كده بتنهي بتنهي على الدورة كله يا اسمعين انت مستدرش تتبقى في ماتش وماتش لا انت الدورة العام لازم بيقى فيه تكافؤ فرص ولازم بيقى فيه عدالة بين جميع الفرق طب مملاس بالتكافؤ الفرص والعدالة انا عارض لك خطاب وعشان نختم بها موضوع الفر لجنة المسابقات كانت تكلمت اهو ده خطابة وضمنا على الشاشة بتاريخ 21-12-2019 السيدة الاستاذ المدير التنفيذي لنادي سبورتينج والبترول تحية طيبة وبعد قرار جلالة المسابقات القسم الثالث المجموعة 11 تعديل مباراة سبورتينج والاسكندرية للبترول تقام يوم الجمعة الموافق 27-12 الساعة 4 على استاذ اسكندرية ليه تم تغيير الموعد لان في مباراة للاتحاد والاسماعيل على استاذ اسكندرية هيطبق فيها نظام الـ VR اللي هو في البطولة العربية في نفس اليوم يعني؟ في نفس مباراة لعب يوم مباراةين في نفس اليوم تم تعديل موعد مباراة القسم الثالث عشان تقام يوم الجمعة 27-12 الساعة 4 العصر بدل ما تقام يوم السبت لان يوم السبت في مطش الاتحاد والاسماعيلي وحتى الخطاب موضح تفاصيله طب مش دي كانت فرصة طيبة لكابتن جمال غندور هو بالمناسبة عضو في الاتحاد العربي أو عضو في لانية الحكام بالاتحاد العربي أن نظام الـ VR مطبق في مطش الاتحاد والاسماعيلي وعلى استاذ اسكندرية ما كنت تأخذ التخنية وطبقها أوفلاين على مباراة القسم الثالث أوفلاين زي الدور الإنجليزي ما عمل ليعمل تجربة يعني؟ ليعمل تجربة على مين؟ على الحكام؟ على الحكام؟ أنت ممكن تجيب حكم دولي دي للمباراة دي أنت ما ابتدأت ما ابتدتش تدريب أنت أجلت المباراة يعني أنت غيرت مع عدل هو أنت كماني واسم محمد مبتدأ يعني الموضوع خص الاتحاد العربي أنت كحكامك ما تمرنوش ما تدربوش يعني لسه ما فيش مرحلة من الكلام ده مبتدناش أوفلاين يا كابتنين بها اه أنا فهم تأخذ ممكن يعني أن أنا أعملها بس يعني ما هو أنت محتاج مش للماتش بس أنت في حاجات قبل المباراة اسم محمد كمانا نتكلم الغرفة في تدريب قبل اللي بيتعامل في الغرفة الحكام اللي في الغرفة دول في جوة الغرفة دي فيها واحد تكنولوجي في ناس موجودة ببرا وفيه تحكيم الحكام اللي في الحكام أنت جوا بتتعامل بحاجات معينة يعني أنت فيها حاجات معينة في الألعاب أنت بتطلب منه في شغل جواه بتعمل مش مخرج المباراة بيعيدها لا 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 أنت جواه أنت كحاكم كمان بتتعامل مع المسؤول جوا اللي هو المسؤول الفني دو أنت بتتعامل معه بتطلب حاجة معينة وقبلك فانت النهاردة الأجهزة دي أنت بتعلم عليها جواه أصلا تمام أمينة أجيب جهاد ما نردلنا لكت أصولها إيه الإفادة؟ دوال خلاص دوال خادوا الرقصة وبالعبوا يعني دول موجودين برا نحن بالتكلم عن أنت تتطبق هنا فخلاص تتطلب المجموعة اللي هتدير هنا بس يعني دي الفكرة هنا طيب دي كانت جزئة متعلقة بالفار والفترة الجاية بس كتين أيمن دي جيش بيأكد على أن فكرة الفار حتى نهاية المسم استحابة وصعبة لأن فيه جراءات قرونية وفنية وإدارية ومالية بس المالية دي فيها تفاصيل كتير وانا عشان تراجل الفني مش عايز اخش معك في التفاصيل لا انا ماقولك من ضمن يعني احنا عايزين ناخد كله يعني يعني اه دي بعيد عننا احنا لكن اقولك كمان الحاجات الاولينية وزي ما قلتلك موعدة كبيرة وكل ده لكن انت هتحط المالية برضو انت معرفش انت شايف الكلام رايح الانديا تشارك الانديا الموضوع ده مافيش ثبات فيه مافيش ثبات فيه لان كمان في نقطة تكلفة المباراة في الفار يعني انا اسمعت كذا رقم يعني اتقل 3000 دولار وانا معلوماتي من زملاء صحفيين في المغرب بيقولوا همس 1000 دولار تكلفة المباراة الوحدة حتى لو 3000 فانت بتتكلم في 9 مباراة برضو كل مباراة وبالدوري وبعدين انت هتنفذ محمد مش هتنفذ التجربة السنة دي بس انت لو تنفذت هتنفذ على طول فيبقى لازم فيه دراسة هتتنفذ ازاي خلاص حتى خلاص ابتدي اتعامل ابتدي اتشتغل ابتدي اتدرب ابتدي الاجهزة ابتدي الشركة تشتغل ان الحكام تتدرب اتنفذت خلاص هتمشي معي على طول مش هتشتغل لو توقف يعني اذا في اختم هذا الموضوع اتبعوا الاجراءات السليمة والصحيحة والفنية والمالية والادارية السليمة تقنية بداية الموسمي قد اكون جاهزة سواء انت بتدرب حكامك ومعامل رقصة الفي ار او حتى الشركة اللي هتتتاقد معها لتطبيق التقنية في الدور المصري خلال الفترة القادمة بس تتنفس كل حاجة بالقانون وبالورا والقلم صح خلال الفترة اللي جاي طيب موضوع حلقتنا النهاردة والمضمون اللي هنتكلم فيه وهي فكرة الاهلي معاناة مع التحكيم الافريقي قصة لا تنتهي قصة لا تنتهي لان الفكرة مش مباراة النجم السحيل والاهلي فقط لو هنسترجع الزكريات ونتكلم في مباراة سابقة فيه للأسف احداث مؤسفة لمباراة افريقية عديدة خلال الفترات سابقة ممكن اتكلم عن جوشوا بندو ممكن اتكلم على لامبتي الحاكم الغاني ممكن اتكلم على عبد الرحيم العرجون ممكن اتكلم عن حكام كسيرين كلهم تأثير سلبي جدا على التحكيم والقرارات في المباراة الافريقية مع النادي الاهلي لكن هذه القصة كابتل ايمن نبدأ نتكلم فيها والتحكيم الافريقي ازمته فين ومشكلته فين بالزبط طب يعني احنا لو حطنا ازمة التحكيم الافريقي لو حطنا عنوان كده هي ازمته ان التحكيم يعني العلاقات ممكن تودي حكم بطولة وما توديش حكم بطولة ممكن حكم كويس مش مسنود ممكن يروح يلعب وما يلعبش وفي حكم تاني أقل ممكن يروح ممكن يتغير في بطولة جاية مثلا تبعد حكم بعد كده حكم يبتدي يتحرك يرجع الحكم تاني ممكن حكم يبقى مميز وما يشوفش حاجة تاني أنا أحكي لك حاجة هتفهم والغاية دلوقتي هو ماشي بالصورة دي 2011 كنت في النغبة وكانت مصر مش موجودة غينية والجابون كان معي الحكم المساعد وليد علي من أفضل المساعدين في أفرق أنا هو كنا حوالي بطولة غينية وكانت مصر مش موجودة وكان موجودة كابتن جاد جريشا وأنا قديت الاختبار وبتاعه وروحة البيت أنا طبعا الحمد لله يعني طول عمري يمكن أنا بعيد عن مبنى الكاف خالص يعني من نكاف مصر هنا روحت مرة كنت راجع لأمانة مرة واحدة كنت راجع مع حكام فقالوا يعزين نزور الكابتن شطا تمام وإمكن الكابتن شطا فروحتي مع مرحش ماليش عي يعني ايه في قصة يعني أنا بعدت نفسي خالص يجي لي ماتش روح ألعابه ده السيستم اللي مشيت بي في 2011 كنت أنا جاي نكاسب عالم في كلومبيا للشباب وبتاعه بعدين رحت جريت كان منتخب الشباب مشارك في البطولة اه محمد صلاح تمام محمد صلاح بالمهم بعد ما رحت النقبة ومهم جريت الاختبار وقد دينه خلاص رحت بي رايح البطولة رايح البطولة النقبة دي اللي هم كامل مصنفين اه غنيا والجابون فرايح البطولة دي كان معي وليدي عالي ده فطبعا ما رأيه جينا اه كنا حوالي 28 29 مساعد غنيا والجابون امم افريقيا اه 2013 2011 2011 اه وقبلت كتيف قالوا اول 2012 طريبا فالمهم بعد ما جوهم اختاروا 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 كل 29 مساعد اختاروا اختاروا 23 مساعد السبعيد وستة تمام الستة دي كنت أنا منهم وانا موجود هنا كنت أنا كنت أنا في الفترة دي الحمد لله كنت ماشي اجيب لك القصة عشان تعرف الدنيا ماشي لزي استبعد وليد كمان معي ده مساعد مساعد سوداني سوداني وليد من افضل المساعدين اللي جموا في تاريخ قرية افريقيا حقيقة يعني كنت وليد ابتدأ وليد اصغر مني بخمس سنين ابتدأ وليد ما خدهولش انا حقيقة وليد اخ عزيز يمكن استبعدوها عشان مع تقم التحكيم اللي لو حكم الساحة تم استبعده لا 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 هم استبعدت في حكام ما كانش لسه القطقم اتعاملت بالمنظر وكنت تخش عالقايمة حتى حتى ما كنت تخش انت لاجبتها موجودة عندي تخش تلاقي حكام عندهم عندهمش دوريات حكام فالقصة بتمشي دوريات اه الاقوى الاقوى هو اللي بيحط يعني انت النهار ده ايمن في مصر محدش ويف معاه محدش سنة ده خلاص مش هتروح انا بكلمك بصراحة انا عشت في تاكيم اللي بريكي 13 سنة محدش دعامك انت كويس على عيني والراسي مش كفاية مش كفاية مش كفاية انا بكلم مش بصراحة الفني ولا لا 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 الاثظروف لو خدمتك بص 90% من اللي بقولولك ده صحيح 10% دي حالات شزة بقى ان انت تروح ان تفتعلك كزي من رحت كاسعلى من الشباب كده حاجة كده مخدوش بالهم حاجة مخدوش بقى لهم حاجة مخدوش بقى فجيت لما وليد طبعا انا بحكيها الكسر وليد طبعا انا انا عرفه الكويس من ايام جي وليد بعد كده جي كابت المجدي المحترم مجدي شمس الدين مجدي شمس الدين كان وقتها هو حيئة جي بقى جي مجدي شمس الدين ابتدى وليد الحمد لله لعب كاسعلم لعب جميع بطولات العالم وكان في طبعا ما جاءت جريشا ايه ده يعني لما رجي جير رجل لجنة سوداني خد حقه رجل خد حقه خد حقه بقى مهو مش اقولك بيجامل لا لا سوداني ما كانش بيجامل هو وليد خد حقه بناء على انهم ما تدولوش حقه وهو بقولك من افضل المساعدين اللي جون في قارة افريقيا وليدي علي السوداني لما جيك بقولك راح كاسعلم جميع البطولات العالمية والأولمبيات وبتاع كان موجود فيها دي قصة بحكالك لان اعيشت في القصة دي فدي باختصار هي مشاء مش هي كده طيب التحكيم النهاردة انا اراضي الدول يعني النهاردة عندي اعضاء خلنا نتكلم بالنفتح اعضاء مكتب تنفيذي واعضاء هنا ضغوطه طبعا انا عايز اجي داير يجي من هنا ودا يجي من هنا كل واحد بيجي يحصل هجوم الكلام ده كله لازم بقى بعيد عن التحكيم عشان الاختراط لازم تبقى ايه فنية هديك مثال انا عندي حكمين في مصر كويسين اخدهم عندي في تونس اخدهم في المغرب خمس حكام من اي دولة من الجزائر من اي دولة اقام حاجة انا في النهاية افريقيا عشان التحكيم يبقى كويس ايه اخد افضل حكام في افريقيا بس بمناسبة افضل حكام في افريقيا وبطولت الام الافريقية حصلت حاجة في ام افريقيا 2019 بتأكد كلام حضرتك في ايه بقى مش هتكلم عن النتاج السلبية اللي بتحصل لكل الفرقة سواء في مصر او في الجزائر او في المغرب او لصلاح الاندات التونسية حتى لو اخطأ تقديرية ومن خصة حظ الاندات التونسية جاية في صلاحهم لكن في جزائر تانية انا في ظل وجود سليمان اوباريك رئيس لجنة الحكام الفترة الاخيرة لقيت تواجد عدد تونسي كبير جدا في المباراة الافريقية من الحكام يعني كاسروا من افريقيا لأول مرة ثلاث حكام ساحة من تونس موجودين في البطولة ما هو كان عنده لأول مرة ما هو لا وهي أول مرة لان العدد العدد زاد عدد الفرق انت عارف ان عدد في البطولة الفترة كان العدد زاد عن قبل كده عدد المرشاة زاد عدد المرشاة زاد وكان عندنا تلاتة من مصر كان عندنا جهات جريشة وما كانوا اثنين ده جهات تم اضافته بعد كده بعد حصل التدخلات جهات كان موجود من الاول وبعد ان المشكلة ما حصل مشكلة في جهات لعبة في مباراة كلام برضو جر مقنع بصرف النظر انت اخطأت جهات حكم كبير كواليس الموضوع كواليس الموضوع اعطى حتى لو جهات لو اختلفنا واللعبة قصة كان في لعبة خمسين يعني ممكن نتفق ونختلف فيها لا وجهات حتى بعد المرشاة قالوا له انت مثلا قدت مباراة كويسة لكن اللي حدث هو اللي توقف عنده كتير ان انت انت مستبع الجهات طب جهات ده حكم مثلا كبير وبعد كده ام رجع تاني جهات خب بالك برضو برضو ده جريبة خب بالك استبعاده غريب وارجوعه غريب ما هو انت بتوده وترجع ازاي فهي قصة زين بقولها لكن كان موجود ثلاثة مصرين الثلاثة وانسة الحقيقة حكام عشان نتكلم برضو حكام شمال افريقيا برضو عندهم يعني لو بسط العدد افضل افضل يعني فيهم الاعلى يعني العدد الاعلى الافضل هو هتلاقيه برضو من شمال افريقيا بره هتلاقيه طبعا في الافرقى في بعض مش هتلاقي نفس العدد فممكن تلاقي تونس المجرب ومصر طبعا احنا حكامنا هتلاقيه هم الافضل لكن هي القصة عايزه ان هي بتخدش فيها حاجات كتير يعني عندنا حتى في حكامنا المصريين في طرفة افريقيا بعتوا معسكر بدون ذاك الاسامي يعني بعتوا معسكر مساعد وبعد كده ام مستبعدينه وبعد كده ام مبعتين انا بحكي لك على حاجات حصل انا مواشكر الاستعداد للاهم الافريقية الفين وتسعة stars الفين وتسعةaster اه مساعد راح بعد كده استبعدوه بعد كده التاني راح بعد كده استبعدوه بعد كده رجع حاجات لو اتفكر فيها مش ممكن في داشت لما لجنة حكام في مصر وده اخترات الافريقي الافريقي لما بيختار مش بيختار ابناء على تصنيف المعيار لا 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 بقى التصنيف هو ما فيش تصنيف عيار الاتحاد المصري؟ تصنيفهم عيار الاتحاد الافريقي? لا 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 كفيش هذا؟ يعني هي مفيش تصنيفاته المعينة في الاتحاد الافريقي؟ لا في تصنيفات بس انا بقولك الاختيارات بيبقى فيها تدخلات الاختيارات بيبقى فيها تدخلات والخلقات. اقضاء الخنية. انا طبعا. خد ده ومهي قدامك هو انت عمرك شفت قيمة حكام بتجده. شفت��ithe بيتضفق قبل كده. نا. الكلام ده الكلام ده اعال جديد ممكن يحصل في أوروبا. ممكن قائمة يتضفع حكام او يتشال منع حكامه وبعد كده يرجعه تاني معسكر يتحط فيه حكامه ونستبعده وبعده. الكلام ده مش موجود احنا عايزين انا بنتكلم من الصالح العاهم. يعني عايز اقولك ان بطولة افريكا اللي فاتت دي هي عادت بصورة طيبة جدا من التحكيم. البطولة دي هي 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 اللي خلت خلت الدنيا مستمرة يعني. لكن الحقيقة احنا عشان نبص. بس ده بالعكس. نبص باصلاح وتعديل المنظومة التحكمية في الاتحاد الافريقي خلال الفترة الجاي. يا كابتن من ساعة نهاية دور الابطال وفي الاعداث كتير حصلت. ده الغد دلوقتي ما تحسامش مين هو بطل دور ابطال افريقي. بالضبط لازم يقى فيه تجيير شامل. انا بقول لك اهو تجيير شامل كمان مش في الافراد. اه. مش في الافراد في الفكرة. مش في الافراد. مش ان انا هشيل محمد وجيب ايمن. تمام. لا لا لا. تجيير في الفكرة. طيب. لازم ازا اه 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 ا احد في التحالل افريقي. ازا كان هم حابين ان التحالل لافريقي. يقرب شوية. نشوف اوروبا ونشوف. نقرب شوية. لازم بقى فيه تجيير في الفكرة تحكيمة في افريقي. طيب. انا نتكلم على تغيير في الفكر. اه 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 الافرقى بشكل عام. لان برضو انا معايا تليفون. انا نتكلم في وقعات موسيفة. حصلت للاهل في سنوات سابقة. بس بتتقرر حتى لغاية الفين وتسعتاشة. باترس متابلة الحكم اللي حاكم مباراة السوبر من أهل وزمالك قرارات غريبة وبعد كده تم إيقاف الحكم ويبعده مدى الحياة الأسباب التحكمية حكم جزائري كريم دحو عمل خطأ قانوني حتى في مباراة 99 ما بين النادي الأهل والرجاء والرجاء لعب 12 لعب لمدة ديتين أخطاء قرنية غير طبيعية أنا معي على التليفون أحد نجوم النادي الأهل السابقين في خط الدفاع وسخر الدفاع ومدير فني للنادي الأهل سابقا كابتن محمد يوسف كابتن يوسف ازايك؟ أخبار حضرتك هي وحشنة جدا كابتن أيمن دي جيش بيرحب بيك تعالت ليك كابتن محمد وموفق دايما يا حبيبي كابتن يوسف احنا بنفتح ملف ده نورك يا كابتن نورك يا حبيبي ربنا يخليه بنفتح ملف معاناة الآل مع التحكيم الإفريقي والكلام مش في 2019-2020 لا دا حنا بنتكلم كمان في مباريات بتحصل من حوالي 20-30 سنة وعلى المستوى الشخصي بالنسبة لك حضرت ده وعصرت ده في مباريات إفريقية عديدة بتظهر ازاي او بتكتشف ازاي فكرة ان الحكم مش بيخطأ في تطبيق القانون او بيخطأ حتى في تقدير اللعبة لا تحس ان هو فعلا جاي عليك او بيحجمك في المطش قصة محمد هو طبعا النادي الاهلي طبعا هو كبير افرصة ودعيم افرصة ده حقيقة لابد ان نعترف فيها ونابد ان احنا نقرها ونؤكدها طبعا في احيانا كتيرة جدا بييجي طبعا التحكيم بيظلم النادي الاهلي وبيجي عليه وطبعا نتيجة ان انا كنت لعبت فترة طويلة جدا فترة استفعينات كلها وايضا من خلال التدريب مرنا بحاجات كتيرة جدا يمكن انا هتكلم في واقع كلنا فاكرنا وعارسينها مباراة الاهلي لدمالك السوفر في اول مباراة اتلعت سوفر افراسيا في جوانسبرج انا شخصيا يعني انا شخصيا يعني المرة الوحيدة بتاريخي بخمستاشر سنة كورة اتعرض بجارة احمر كان اه مباراة مباراة وده كان حكم جنوب اصريفي وكان متهف ومعروف عنه طبعا الفساد ويعني طلقت رشاوة جدا وتم فعلا بالفعل يعني بعضات فترة يمكن فالطبع في حاجات بتتعرض بعدها بفترات طويلة يمكن في الفين واربعة الفين وخمسة اه تم الفرص عليه بالتاريخ الفين واربعة بالتحميل يعني اه آه الفين واربعة تم تقصد عليه تهم اه الفين واربعة وتعمل عليه تشرطة كانوا بقى تردية تمام التهمت تراتي الرشاوي وتلعت نتاجي المغرب وتم طبعا يعني ايقافه وتكديده عن المشرطة النقطة اللي أنا بأتكلم فيها إن كتير جداً تعرفنا صبعاً وفي موقف ثاني بتاع مايس الأنرامو مع التراضيين 2000 متفعة كنت مدرب مساعد مع التراضيين الثاني وخرجنا من البطولة بسبب حدث يعني غير شرعي دل مرة يعني حتى عارضينا هوايا كانت نيصف على الشاشة طب يعني الحكم متابلة من أفضل أو من قمم الحكام اللي كانوا موجودين في أوروبا في وقتها تم القبضة على الحكم بتهم التلقى الرشاوة تلعب نتاج المباراة سنة 2004 شوف بعد حتى بعد كم سنة من مباراة السوبر آه ده ده حقوقي فعلاً ده حقوقي ويعني اللي أنا عايز أقوله اللي أنا عايز أقوله إن طبعاً نتيجة الظلم ده أو نتيجة النمال الآلي في بعض أو كتير من الأحيان بالظلم آه تلها شكله بيأثر عن النتائج ولابد ان التحاد الأفريكي آه يحفق العدالة آه بشكل جيد جداً بالفتحكم آه حتى بالتحكم لسه تحتاج شغل قوي للتحاد الأفريكي شغل كتير فعلاً بالتعادل أساوي سبقنا بالحيث تجيب شكل كبير جدا تفق معنا خلال تحضير الحكام ومنحكاك رفع رفع مستوى الحكام سواء من المستوى الفني أو المستوى الاجتماعي الحاجات دي كلها عشان ما يتلقاش وما يحاولش أنه هو يخش في حاجات يفصل فيها مثلا يتنقى أي حاجة أو يقبل أي حاجة الحاجات دي كلها مهمة جدا 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 الحاجة سبقنا طبعا أمريكا الجنوبية وأوروبا طبعا تفقنا فلازم صاحب فيك يتحرك في الحيث تجيب أكيد يا كابتن يوسف حتى بنتكلم على أكيد تبعت مباراة النجم السحلة والأهلي الخطأ الحكم البتسواني نفس الخطأ ده حصل في كاس العامل الأندية لكن الحكم في كاس العامل الأندية طبق القانون فعلا ودى اللاعب ليفربول إنزار مدلوش كرت أحمر في مباراة الأهلي والنجم السحلة يا كابتن يوسف الحكم البتسواني طرد أي من أشر طرد أي من أشر بالزبط طبعا أنا أنا اللي بقوله لك إن إحنا دا قد جنادي أهلي إن إحنا نوضح ونعمل ملف مش أي بقال وتقرد على الاتحاد الأصوتي أجراء إحنا متعرض لحاجات مثل يعني حاجات يعني عايز أقولك يعني مش أخطأ بسيطة تأديرية ممكن لأي صف أو أي فرض إنه يخطأ فيها وعمل العامل البشري معرض للخطأ لكن دي حاجات تبقى معصودة أو عايز أقول يعني ديها أكتهانة وعدم تقدير بشكل كتير يعني كنت موجود في الجهاز الفني أيام مباراة الآل والترجي مع لمبتل غاني أعتقد مع مين مباراة إيد إنرامو مباراة الآل والترجي مزبوط 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 ما قاعد حوالي يعني أنا مش تطوص ثاني يعني تعمل حوالي فطبعا يعني الفنسل المبتلولات والفنسل المبتلولات في مستخرج من الفنسلات كبيرة وفيها عليك ألقاب في السبب حاجات أنا شايفة إن لابد بتاعت أفضل الجراجة عنها في الفنسل ويشتت الحيطة بتاعت التحكيم يشتت عليها جامس جيداً وعلى الفنسلول بتاعها ولازم يتقسي يعني مراهج الحكام والجمعاه لا يعني لازم يعمل حوالي الخطوات يغفط ديها لحيطة بتاعت تحكيم طيب موضوع الفار يا كابتونيوس فقدم معك كلامي بهذا الموضوع موضوع الفار تطبيقه في نهايات إفريقيا أثر بشكل إيجابي ولا كان ليه تأثير سلبي خاصة إن في إحدى المباراة في تونس كانت البطولة قبل الماضية النهائي تم اختاركم إن مفيش فار حتى في النهاية مع الفريد الترجي تعرف موضوع الفار ده لازم يتعامل بجميع مباريات بطولات أفريق من أول دولة الـ 32 من أول مباراة مباراة في دور أفضال أفريقيا أو دور أول كونفدرالية لازم يتعامل بار مع احترامي باعتمال في تنزانيا في أغاندا في مصر في تنجيريا أي دولة أي مباراة طرح ما بتنظر تحت آآ الاتحاد الأفريقي تحت آآ مطالة الاتحاد الأفريقي نجيب البار مش عيد طب البار موجود في الدولة بس ما قلتش موجود في نهاية إفريقيا لما كنا في تونس وقالوا لك ساعتها ما فيش فار في النهاية النهاردة ساعتها عملوه في مصر وروحنا آآ الرجل والحكم بيصفر يصفر الحكم بيصفر أنا قصة تقالت بقوله من الشاشة بتاع فالقار اللي ساعم عندنا كالترار بايزة والراجل صفر فاني بدأ المباراة يعني حتى بيقال لي قال لي يقعد كما لا تم اختاركوا في الاجتماع الفني ولا اختاركوا قبل المباراة ولا اي حاجة ها لم يتم اختارها طبعا فالتكتبه عن فني حباة بيوم ما جابش تيرت خالص ان الفار عطلا ولا جاب بيه بار واتقرار التاني بالعجل تتعمل المحاضرة للي عايشين عن الفار وان الحالات ان بيتم اللي بقوا ليه للفار الحالات الاسية وطرح وتم شرح واقع للعبين الفار بيتستخدم ازاي وان الحاكم لما يروح يشوف الفار المفروض اللعيبة ما تروحش يتوقف معاه واللعيبة ما تستطيع تقوله شوف لعبة ان انت ما تصلبش انت ما تصلبش كلاء تقوله اللعبة يشوفها في الفار او مستخدم حالات محددة حالات بتنتج عن ضربات جزائع طبعا الشب العينة بيش عارف التسلل تمام بتحدث عنها او ينتج عنها اهداف ترضي لعب بصورة خطيئة ترضي لعب بخطأ بالخطأ ايوة يعني اربع خمس حلاة دول بس اللي الحاجر الحالة دي يطلع خط المرمى كرة عادة خط المرمى ما عددتش خط المرمى هم دول الحاجات نقص الله تقامل من الحاجات كده يا ما كانش في الحاجات دول ما كانش فيه فور اساسا خط التعليمات بس يا كابتن محمد نعم خط التعليمات بس بقولك يا كابتن محمد انا بقولك ساعة المباراة وقفوا في الملعب هم محطين الشاشة هم محطين الشاشة اللي هي المكان اللي بتحط فيه الغار ده والصفر بتاعه محطوطة كل حاجة محطوطة تمام بسم الشاشة ثلاث يعني ساعة المباراة وقفوا في الصفر الفار مش هيشتغل كانوا عطلان ولو هيشتغل محطوطة يعني ما نقولك على الصفر الثاني ممكن يشتغل مثلا بينا يتطلع يعني حتى يتطلع ومثلا فطبعا ما كانش يعني ما كانش فيها اي حال ان انا محطو المباراة ما اتقررت اتقررت حتى في الموسم اللي بعديه في مباراة الوداد نابت الموضوع بقى بالزبط كابتن يوسف انا بشكرك شكرا انجازين على هذه المداخلة والقصة دي اكيد هنتكلم فيها كتير الفترة الجاية الى ان يطرق جديد على الاتحاد الافريقي ولا جديد التحكيم ونشوف حكم مصنفين يديروا المباراة ويكون في تطوير حصل في مستوى الحكم الافريقي خلال الفترة اللي جاي شكرا جزيلا كابتن محمد يوسف كابتن ايمن اكيد كلام كان مهم جدا وضرب امثلة ومواقف حصلت في فترات سابقة اوه بس كابتن احمد بيشرح يعني او بيشرح حاجة بيكمل كلام اللي احنا عملين نتكلم فيه من الصبح بيقول لك كنا موجودين في المباراة وخدنا التعليمات وبتاع انت بتتكلم في في نهائي كانت مباراة نهائية بتتكلم في نهائي قررت افريقيا دور الابطال اخدت تعليمات وبعدين زي بتاعت في الملعب قالوا له مفيش مفيش بور يعني انت عايز توصل لا اكتر من كده فين وبعدين القرار التاني اوه ده اللي بقولك عليه عايز تجيير شامل اذا كانوا عايزين تحكيم افريقيا لازم تجيير شامل الناس اتدخل حد تعدى ولي اتدخل لازم تتعدى اذا كان الامور عشان زي ما قالك كابتن محمد اسيا كله سباك اذا كانوا عايزين لازم فيه تجيير كبير طب احمد احمد حسب معلوماتي رئيس الكونفدرالية هو عايز يطور وعايز غير وقال ده في اكتر من تصليح وفي اكتر من موضوع وكان لي دور كمان هو بصفة رئيس الكاف في الاجتماعي الاخير في المكتب التنفيذي انه يتم بالاصراع فكرة الاصلاح المنظومة هل الاصلاح ليه علاقة باللجنة نفسها اللي بتزير يعني هل سليمان اوباري الجيبوتي هو ليه علاقة بادارة اللجنة ولا كيملي شونج اللي موجود في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي ليه دور ولا ايدي ما ايه دور ايه في اللجنة عايزين نعرف برضو الاطراف الموجودة في لجنة حكام بص محمد وعندنا سليمان اوباري دون ده كان حكم محلي وهو عضو مكتب تنفيذي هو رئيس اللجنة هو رئيس لجنة بصفة عضو مكتب تنفيذي اه رئيس لجنة حكام ودي قصة كبيرة على فكرة انه هو عضو مكتب تنفيذي برئيس لجنة يعني ممكن ده يحصل في التسويق في اي لجنة اخرى لكن لجنة الحكام تحديدا عايز رئيس لجنة رجل فني وحكم دولي كبير اه بالزبط عندنا حاكيم Maymishung وهو مسؤول التطوير وهو في الاتحال الدولي كمان والتحال الدولي هي موجود في اللجان لانه هو بيشتجل معهم في اللجان التحال الدولي تمام عندنا ايدي مئيم دير الادارة التحكيم يعني اتنين من موريشيوس في الاجنة الحكام من سيشل من سيشل قصد انا انتنا من موريشيوس وسيشل واحد من هنا مع اتنين الاربرمين بس ده دولة وده دولة هل الأن أصدقوا يعني الاتنين حتى على المستوى الفني كتحكيم أو ككورة؟ كورة بس هما الاتنين كانوا حكم يعني كيم كان حكم كبير طبعا وهم حاضر كبير طبعا وإيدي طبعا مدير لجن التحكيم طبعا موجود كابتن عسام عبد فتاح موجود كابتن يحيح حذقة ده جزائري؟ جزائري كابتن يحيحة سيليستيان من رواندا ده كان حكم برضو مساعد كان بيلعب في طبعهم كوفي كوتجا لو تتذكر كوفي كوتجا ده كان موجود في ماتش معايا كنت حكم رابر ماتش لالوي الزمالك اللي كان الأولاني في الدور قبل النهائي فاللي كان فيه اتنين واحد اتنين واحد الفين وخمسة اه الفين وخمسة كان موجود في حكم وادلاتي وعضو في لجنة الحكام برضو تمام عندنا في عضو تاني من الجابون عندنا سيدة مش مذكر اسمها من توجو وعندنا فلكس من ناجيريا اللي مسؤول عن التطوير كيم وعن التعينات وبتاعه طبعا الكابتن عسام أكيد ديه مدور يعني هي دي أعضاء اللجنة دي أعضاء اللجنة دي أعضاء اللجنة فيه طبعا الكابتن عسام أنا طبعا يعني اللي أنا رأي منهم واثق واثق فيهم مليون في المية طبعا اللي اتنين الكابتن عسام أكفتاح وعضو في اللجنة عضو في اللجنة وكابتن يهي حدقة أكيد هم ليهم دور تاني يعني ليهم دور بعيد عن يعني انت عارف اللجنة دي بتبقى بتوزع أدوار يعني بيبقى انت بيقول لك مثلا انت دورك كذا دور كذا دور كذا دور كذا طيب ممكن دوره يبقى أي طيب يعني مثلا دوره مثلا في المحاضرات تسكيف الحكام يعني كابتن عصام الفتاح مازك دلوقتي مثلا كمان رئيس لجنة حكام شمال أفريقيا بنبريك له يعني تمام موجود في التحديد فانت ممكن انت ممكن تبقى موجود في لجنة مالكش جاءه بالتعينات مثلا يعني انا بديك باتصار يعني في أي لجنة على مستوى العالم يعني ما تبقاش مسؤول عن فخلاص انت هنا منهي عندي دورب لكن انا يعني بالمساء لو لو موجود الكابتن عصام وموجود الكابتن يحيا حدقة انا الاثنين على المسأش الخاصين اتسك فيهم yasla هم المسؤولين لوهم أن المسكين المسكين تم تأينات معهون أن المسك التأينات دلوقتي كيم نم شوند وإيدي ما هم المسؤولين عن التأينات معرفش طبعا انت انا مش أدر اتكلم طبعا المطبق جوا فيه هل هم هم بيعينوا هم بيعينوا الحكام هل بيحصل لهم دجوت هل بيحصل لهم تغيير بغيروا حكام هل في حكم بيتحطوا ويتشل طيب دور رئيس اللجنة هل إشرافي فقط يعني أنا من السورة اللي أنا شايفة أنه ممكن يكون يعني كدوره عمليا أقل من كيم وإيدي ماي لأنك تشفت حاجة تانية هو سليمان إباري عضو مكتب تنفيذي ورئيس لجلة حكام لكن كمان أجيب وقت منين أنه عضو لجلة مسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم يعني هو عضو لجلة مسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم بصفته أنه هو عضو مكتب تنفيذي وتوزيع اللجان على أعضاء المكتب بالتنفيذ بتعرض لجلة في التحاد يعني ده موجود يعني بس يا الفكرة الوقت مننا عشان تدير ملف زي ده أنا بقولك لا الشغل اللي عامل يما زيها قلت لك اللجنة هي اللي شغالة أعتقد يعني لا هو ممكن مسلا يجيله حاجة مثلا يبقى إنما كشغل التطوير مسك ليه هو اللي شغال في القصة دي التعينات أعطاك برضو مش سليمان يعني مش هو اللي ماسك موضوع التعينات يعني كيملي شونج بشغله في الاتحاد الدولي هو كان يليم برضو عشان يديله كان حاكم كبير أنا بقولك أنا عامل سويا شكسين كان عنده أخطاء في مباراة إفريقية كبيرة كان عنده أخطاء بس الفكرة واحد بس هو اللي يتحكم في إدارة كل المباراة الإفريقية هيا بص يا محمد عندنا مشكلة دلوقتي في التحكيم في إفريقية في التعينات وفي الكلام ده لازم هم يدوروا فين الخطأ فين المباراة أنا النهاردة عندي مباراة كبيرة مباراة كبيرة بين فرقتين كبار يعني محتاجة تفكير دي أنا كراجل مسؤول مش محتاجة أن أنا لازم أجيب حاكم كبير مهو كلامك ده مباراة النجم السحلة والأهلي لو هم شغالين وبيفكروا وقدم التقارير مش هيقرر مش هيجيب مش هيقرروا تاني يعني جوشوا بندو قدر للمباراة الآلف في إياب دور الـ 32 مباراة في برج العرب أوكي مع فرقة مع ماتش أسهل ماتش أسهل مع رضا الغنية الاستوائية إنما التانية غريبة التانية لا وقرروا تاني قرروا تاني وغريبة أصلا ومباراة المفروض تصنفها أعلى وانت جوشوا بندو بيروح أمم أفريقيا بقاله مرتين أو ثلاث مرات على ما تذكر ربع مرات بيحكم مباراة ويمشي أفريقيا أعتبروا من حكام النقبة في حكام رشعين كاس عالم دي كسة تانية لكن انت في حكام الأم الأفريقية كان فيها حكام النقبة دي مجموعة كبيرة يعني بس هو مش من مرشحين اللي كاس العالم بالضبط أنا حتى حتى لما شفته أنا طبعا تبيعة الأم الأفريقية بس حتى لما شفته في ماتش النجمس حالي ما كنتش عارف أنه هو في الأم الأفريقية أنا كحاكمه في موجود فيه ما شفتهوش ما لاحيتش آه يعني أنا فجيت حد بيقول لي ده كمان موجود في البطولات اللي قبل كده فدي جريبة جدا يعني جريبة يعني يعني ماتشاط أنت بتلعب ماتشاط في ماتشاط زين في ماتشاط كمة في أفريقيا في ماتشاط فرق كبيرة يا بقى سمح محمد الأمان مشكلة في أفريقيا حتى أنت كفرق أي نادي أنا مش كلمش عن نادي الأهلي بس أنت كفرق في أفريقيا كل نادي من الأفريقيا من حقك أن أنت تحس بالأمان طبعا بالأمان يعني أكي لك إحنا مثلا راحين نلعب من ضمن وفاء ستيف ومازينبي ده سنة كم؟ جاد 2014 وفاء ستيف فاز بالبطولة ده نهائي البطولة قبل النهائي قبل النهائي كانت النهائي يا كابتن أيل لا قبل النهائي ماتش العودة قبل النهائي الفريق جزالي اللي كسب البطولة في مازينبي لا قبل النهائي هو كسب مازينبي خرج مازينبي لعب الوداد تقريبا أو لعب بحد كان عنده مباراة تانية في النهائي فريحين نلعب مباراة كان هو كسبان في الجزائر اتنين واحد فريحين أنا نزلين أنا بقول لك حاجة إن كان أول مرة أقول لك طبعا كان معايا كابتن طبعا كابتن جهات جريشا وكانت أنا وكان معايا سينا بستداد وكان معايا محمود البنة حكم رابع حكم رابع وبعدين وإحنا نزلين فلعب فكت أنا طبعا قدت في الطيفة أفريكا في اللعيبة كانت في عن دية تانية غير الطيفة بيتنقل اللعيبة أنت عارف من نادي النادي فكت حكمت البعض اللعيبة يا كابتن والنبي إحنا إحنا اللعيبة نزلة في الأرض هما كسبانين في الجزائر اتنين واحد مرعبين إن أنت يعني بالله تفكرين طبعا الحكام أنا بقول لك مش عشانا موجودين من أفضل الحكام اللي هما على فكرة لما بيحصل إن في حكام يعني في العيبة أو في أن دية بتبقى نزلة المباراة هناك بتبقى خايفة خايفة هما طبعا لما بيجي مثلا ماتش أنا أقول لك كسبت مش دي لما بيجي مثلا ماتش أنت مثلا عايزين مصرين بصراحة يمكن مش عايز أقول لك عشان ما بقاش مجاملة عايزين طقم مصري يحكم لهم برا أي فرقة أي فرقة أنا عايزت بقول لك كلام ده مش مجاملة أيوة طبيعي لنحن كمان لما بنشوف حكام في إفريق يقول لك ليه فيكتور جيميز ما يحكم ليش برا ليه ما قال يومني أنت ما يحكم ليش برا أنت بتشوف حكام الصفوة نفسك دول يحكمو لك برا زي ما بيقول لك يحكمو لك هنا بالزبط فطبعا فطبعا كانوا إيه الرعب الرعب كان مليم طبعا الكاسبانيين في ملعاوه 200 واحد نتيجة مش وريبة وريبة طبعا لا أعتقدوا حقا وأنا مثلا بكريم أقول لهم أجمعهم ما فيش نعم منحكم فيش جير تحكيم تحكيم وصعدوا من هناك واخد بالك كمين أنتوا فير جدا في المباراة هناك في ملعب ما زين بي أكيد طبعا وكان أكيد برضو هما أكيد برضو في الجزائر كان فيه برضو أهمية من الروح من القصة فأنتوا ليتش جلوا الناس أن هما المفروض كل اللوت تبقى كويسة المفروض المبدأ العام يبقى ما أقول له ثقة طب كنت حكم دولي وحضرت موضوعات كتيرة في أفريقيا لغاية حتى لفترة الزمانية الأخيرة هل بيتعرض أو هل بتبقى في مواقف حتى مع الأندية اللي بتشتغلوا في مبارياتها أو تحكيم مبارياتها خارجيا في الاستقبال أو حتى في تحكيم المباريات أمر ما ممكن أنت مثلا ترفضه لو هي حتى على سبيل الهدية أو على سبيل تكريم الحكمية اللي ممكن ييجوا مش هتكلم في أمور ممكن توقف حكم أو تمنع حكم من إدارة مباريات مدى الحياة بس أنا هتكلم في أمور ممكن تستعطف الحكم وتخليه حكم مباراة لصراح الفريق بس بس كتحكيم أنت ممكن بتلعب في الدور المصري ممكن كاننا نتكلم ممكن أنت يحصل ضجوط عليك من الإعلام ممكن كحكم لو أنت استقبلت ممكن قبل المبرامة معنا يحصل عليك ضجوط حتى في مصر حتى في الدوري ممكن أنت بتلعب يجي لك الحكم يحصل حاجة كده يجي لك يجي ضجوط على الحكام أنت بقىك على الحكم إيه وضعك فالكلام ده موجود في كل الدنيا ممكن يحصل عليك ضجوط فإن أنت المهم إيه يعني كان بيحصل حتى ده معك أبا طبعا أكيد ضجوط أكيد بيحصل عليك الدجوط دي لكن المهم أنت أنت كمتك أي بقى الفكرة في ذلك المهم أنت ليه بقى ليه كمتك كمان بس المفروض كمان اللي وراك اللي وراك يبقوا كده اللي وراك كلهم يبقوا كده يعني المنظومة من الأساس بتاعها الأساس بتاعها تبقى كده مش أنت بتشتغل بنفسك أو بتعلاق لأن المنظومة البداية تبقى كده وقبلك مفيش يبقى ده أنت حاطة السسيم هو ده اللي ماشي عليه كل الدنيا واللي يخرج بره الإطار ده بره مالوش ده بس دي كسر طيب هرفتوا بقى اللي احنا بنتكلم في قسرة الحكم الحكم المصنف أو الحكم القوي ليه نحتاجه في المباراة خارج مصر زي ما نحتاجه في المباراة داخل مصر عشان الحيادية والعدالة وقوة الشخصية اللي ذكرها الكابتن أيمان لأن ساعات ممكن يكون حكم غير مصنف أو حكم سهل التعامل معاه ممكن يتأثر إيه حتى لو بشكل مباشر أو غير مباشر وكل التحكيم كمان المشكلة في العالم دلوقتي الميديا والدنيا كلها شايفة يعني كله عارف كله يعني أنت النهاردة ما أقعد معاك أقولك مثلا جميز مش تختلف فيش اختلاف عليه صحا كده حتى لو عنده أخطاء بس مقبولة لأنه حكم قوي أي حكم ممكن بس أنت فخلاص التحكيم كله متشاف كله متشاف شخصية الحكم معروفة والحكم معروفة مش تختلف على حكم أنا النهاردة حصلت وقعة غريبة جدا في المغرب وحنا نتكلم على أخطاء الحكام والأهل كان طبعا وراح بخصوص طبعا قصة مباراة النجب السحلي والأهلي وجسوا بندو وشكوى الحكم البتسواني والأحداث التحكمية اللي حصلت في المباراة بل كمال الأهلي ذهب إلى لجنة الأخلاق والقيم في الاتحاد الدولي بخصوص هذه الأخطاء وعدم تطوير الاتحاد الإفريقي للجنة الحكام أو عدم وجود لجنة حكام تدير هذه الأمور بشكل جيد جدا الاتحاد المغربي خد قرار انبارح كان قرار غريب جدا تم إيقاف الحكم الدولي المغربي هشام التيازي مدى الحياة حكم دولي وحكم دولي منذ تسع سنين يعني لو دخلنا على قيمة الحكام الدوليين في الاتحاد الدولي لقرارة القدم حكم دولي منذ عام 2010 وتواجد في المباراة بس مباراة التمهيدية المباراة الدوريات الدور الأول في دور الأبطال أو الكنفطرلية وكان موجود في كلاس الأمم بس ما خدش مساحة مباراة كثيرة كان حكم رابع في مباراة أو اتنين تم إيقافه مدى الحياة لماذا تم إيقافه مدى الحياة؟ كان بيحكم مباراة أولمبي خريبكة وفريق اسمه يوسفى برشيد المباراة انتهت بفوز أولمبي خريبكة وحسب أربعة رقلات جزاء ترجحية في تقييم لجنة الحكام وتقييم الإعلام الأربعة رقلات جزاء لم يكن لهم علاقة خالص دربات جزاء دربات جزاء الترجع هذه اللي هي بعد الإكستراطية أربع رقلات جزاء تمام؟ في الأربع رقلات جزاء كلهم كانوا غير صحيين لجنة الحكام رفع التقرير أو مدير التحكيم رفع تقرير الاتحاد المغربي وتم إيقاف الحكم مدى الحياة هنا المفضل أخطاء فنية هل وصلت الأمور حتى لو في أخطاء فنية ممكن تفسد البطولة أو تفسد المباريات أن يتم إيقاف الحكم مدى الحياة؟ لا بص لأن أخطاء فنية دي بتبقى إيقاف الحكم يعني كل دي خلينا نفصل بين السلوك والأخطاء الفنية يعني كل اللي بتتكلف فيه احنا ما عندناش تفاصيل الموضوع هل حصل تحقيق؟ هل في حاجات تفاصيل؟ ما فيش عندي تفاصيل إنما انت بتتكلف في أخطاء فنية انت ممكن حكم بيبقى يوم مش يومك ممكن تخطأ ورد أن انت تخطأ لكن انت بتقول برضو الموضوع يعني ما عندناش الصورة ولا الموقف كامل السقوة القرارة يا قبتل القرار قوي بناء الأكيد على فيه تفاصيل تانية يعني تفاصيل تاني برضو أربع ركلات جزاء دي ما بتحصلش كتير ما بتحصلش كتير يعني أن انت إن حكم بيعسب ولكن هل هم كلهم غلط؟ هل فيهم مثلا واحدة أو اتنين؟ ما عندناش الكرفية هل القرار ده؟ هل حصل تحقيق مع الحكم؟ هل الأمور مدى الحياة دي؟ عشان أوقفك مدى الحياة دي؟ لازم بقى فيه سبب جوهار يا سمع عامل سبب جامد ده صورة الحكم المغربي هشام تيازي يبقى عندي سبب جامد أن أنا أوقفك مدى الحياة فأكيد هم درسوا الموضوع عندهم الأسباب اللي خليتهم ياخدوا القرار دول يعني أنا أقول لك بالضبط نص القرار المكتوب تقرير من مدير الحكام دي حتى دي قائمة الحكام الدوليين في الاتحاد المغربي ده المجموعة الحكام الدوليين هي العلامة لإسم الحكم كابتن هشام دولي منذ عام 2010 يعني حكم دولي بيدير مباراة في الدولي أو رابطة المحترفين في المغرب بيحسب ضربات جزاء بيتم إيقافه مدى الحياة ولما بتجرى نص القرار أو نص التقرير تقرير من مدير الحكام بتنفيذ سلم العقوبات والإجراءات الاندباطية تجاه الحكم الدولي الكابتن هشام اللي هو دولي منذ عام 2010 لم يعلن أي تفاصيل أخرى لا يوجد أي تفاصيل أخرى اتخذ القرار دولي يبقى في عاجات إحنا ما عندناش خلفية بيها يعني عندنا بس استحالة يكون أخطاع فنية فقط لا طبعا طبعا مدى الحياة مدى الحياة أنت أخطط في مباراة تويف مدى الحياة حاش أعاكم يعني أنت النهاردة أه أربعة أكيد طبعا بعيد عن الفنيات أكيد في حكا حكا ممكن ما بقاش موفق كتير دور هنا نبعد الحاجات دي عن عدم توفيح حكام يعني حكم مش موفق مباراة ونبعد عن حاجة تانية نروح للناحة تانية دي سكة ودي سكة بس هنا في نقطة إجابية أشيط بيها في الاتحاد المغربي لما بيأخذ القرار زي ده ضد حاكم دولي ما هو الحاكم الدولي ده ممكن بعد جزا سنة أو في البطولة لا ممكن يجي حاكم لي ما هو الاتحاد في النهاية الاتحاد المحلي اللي بيأخذ القرار زي ده هو بيأمن التحكيم في إفريقيا قبل ما لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقيا تسند المباريات أكيد أكيد طبعا أكيد طبعا لأنه هو هو كمان يهمه سمعته ومسابقته هو زي ما أنت بتقول أنت بتمثلني برة فأكيد عنده أسبابه اللي هو بيأخذ بها القرار دي مش هنشوفه مرة لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقيا تاخد قرارات زي دي يعني جوشوة بمضو بالخطأ التحكيم اللي حصل أنا قريد تصريح لسليمان وباري بيقول متابعتش المباراة ما عرفش بظبط الأحداث قبل كده في أحداث أنت جدنا الحكام بتاعه إن رامو لم بتي لم بتي توقف لم بتي كان لها حدث سجاريبة جدا نتوقف ورجع تاني وبعدين ميجي تاني يعني بعد ما توقف بس المرة الأخيرة كانت تصفيات كاس عالم بقى يعني الاتحاد دولي نفس هو الكمبيناتش الموضوع السنغال وجنوب إفريقيا أيوة أنا برجعك بالذكرة شوية هو توقف ورجع حكام تاني توقف فين؟ إفريقيا إفريقيا لكن لما راح ماشت تصفيات كاس عالم الأمر هنا اختلف إيه إنت عندك هنا بقى ماسيمو بوساكة عندك كولينا أنا عادت تقول لك إن هم خدوا كراف الأول ورجع تاني إفريقيا مظمونا إن هم رجعوا عندك مساعد عندك مساعد اسمه مروه من كينية كان في طعم جسامة قبل كاس العالم إن كان إنت تبعت على استبعد من كاس العالم برضو كان عنده حد في طعم بكاري نفسه أكيد أعرت أعرت الموضوع ده برضو أعرت الموضوع ده برضو واستبعدوا للتحاد الدولي برضو استبعدوا من كاس العالم أخبالك ففيه فيه التحاد الدولي طبعا على طول يعني أي حاجة زي تمام أنا تمنى بس هو هو للتحاد الأفريقي زي ما قلت لك اسمه عمد المفروض يبقى عندهم خلق إيغارو والاستراتيجية خالص لازم فيه تغيير شامل طيب لأجل التغيير الشامل نشوف برضو وجهات النظر والإعلام في شمال إفريقيا معنا على التليفون الأستاذ جمال ستيفي الناقد الرياضي المغربي والمهتم بهذا الملف منذ فترة طويلة وتحديدا بعد أحداث مباراة الترجي والوداد ونشوف التحكم الإفريقي لأين خلال الفترة القادمة وكمان القرار القوي اللي اتخذ من خلال الاتحاد المغربي وخصوص حكم دولي عنده طبعا لم تعلن تفاصيله لكن في النهاية أنا أعرف منه برضو وإي تفاصيل هذا الموضوع والتحكم في إفريقيا كيف ينظر الإعلام المغربي لهذا الملف خلال الفترة اللي جاية ستيس جمال مساء الخير عليك وأهلا بيك معي في الحلقة الكابتن أيمن نديجيش الحكم الدولي المساعد المصري السابق وبالتأكيد بالنجيش ملف كبير يا جمال ملف التحكم الإفريقي إلى أين خلال الفترة اللي جاية أهلا بكم تأكيد يعني تحكم أن يطلق يعيش بحالة من السبيل هناك من يقدم مستوية جيدة من الحكام هناك أيضا من يقدم مستوية تشرف الإفريقي هناك تحافظ على شرف المنافسة الرياضية وعلى عدالة هذين المتخدمات والأنديان المشاركة هذين يعني القول أنه مثلا في كافة إفريقية الأمم الأخيرة لتجارة المصر كان تحكي في مستوى جيد لأن العمر يتعلق بكافة إفريقية الأمم التي تحقى في متابعة يعني تلك مزينية كبيرة متابعة جماهيرية وكالي كان تحكي في مستوى كبير لكن هنا ما ننتقل إلى مستوى آخر يتعلق بكأس إفريقيا يعني دور أرطعب إفريقيا وكأس إفريقيا بكورة حدم نجد يعني هناك تحكيم أحيانا يؤثر بنتائج المباريات هناك تحكيم يعني منح القادم لأنبياء على حساب أخرى وقد سمعنا يعني في الموسمين الماضيين مجابر تحكيمية عانت منها يعني بعض الأنبياء خصوصا يعني بعض الأنبياء الإفريقية بالتالي تحكيم الإفريقي يحتاج يعني مراجعة عشان يحتاج إلى عدم التحكم في خوط التعينات وعدم التحكم في مجموع عن الأمور المتعلقة يعني بالشوفان حتى تكون المنافسة عادلة أيضا تحكيم إفريقي خصوصا ينسى ودور أرطعب إفريقيا وكأس إفريقي يحتاج أيضا لما لا إلى استخدام تقنية الغار بشكل يعني تتحضر في مباريات والتغيير أو في أخرى كما تابعنا في النهاء الشهير نضينا الوداد والترجل التي غابت فيه يعني تقنية الغار يعني بشكل فاضح وحدث يعني مسلسل طويل تابعناه جميعا طيب إذا أنت متفق معي في كل الملفات اللي نكلم فيها فكرة التعينات الاختيارات دائما للأزمة موجودة في دور أبطال إفريقيا والكونفدرالية طيب هل هناك اتجاه في الفترة الجاية لدى الاتحاد الافريقي لتغيير اللجنة تعيين أسماء زوثقة الكبير هناك طبعا في تونس شام كرات هناك في المغرب محمد القزاز ناجل جويني التونسي الشهير كعضو لجنة حكام في الاتحاد العربي ممكن يتم الاستعانة بالخبراء دول في الاتحاد الافريقي الفترة القادمة لا أعتقد أنه بشكل التحكين الافريقي ليس متعلق عن كفاءات أو الأسماء هناك كفاءات يمكن أن تدول لشهر تحكين الفريقي هناك أسماء كبيرة جدا لكن إشكال يتعلق بالاتحاد افريقي الخدم الاتحاد نفسه أحمد أحمد يعيش على وقع يعني يعني يقع فساد يعني يعني المشبوعة من المستويات وبالتالي حينما يكون فساد معاششا تخل اتحاد افريقي الخدم المديني ويابد أميضا أيضا يقع لجنة التحكيم يجب أن تكون هناك إراعة بالاتحاد افريقي الخدم يكون التحكيم عادلا ويأخذ جميع الأندية والمتخبات حقها لتحكيم عادل وفي منافسة شريفة للأسف الشديد الألقاب يوم داخل القارة الإفريقية تحسط وتهدى على طبق هذه الجهة أو تلك أيضا هناك لعبة التوازنات لعبة التوازنات على مصير مجموعة للأندية وهذا أمر بقى واضح بقى واضح كمان يا جمال مباراة الوداد والترجي أخطاء بكاري جسامة وقصة الفار ومستمر أخطاء جوشوى بوند في مباراة النجم الساحلي والأهلي والحكم مستمر لكن في المقابل النهاردة أو مبارح قرار بإيقاف حكم في المغرب مدى الحياة وحكم دولي هنا قرار عكس تمام الأقارات التي تتخذ بالنسبة للحكم في الاتحاد الإفريقي الأسباب يعني قياس هنا زي هنا بالضبط ولا أنت شايف الموضوع ده إزاي هو فعلا تم توقف الحكم بزيشان التيازي عن الممارسة يعني عن الممارسة التفكيل يعني في المغرب بسبب أخطاء التي تكبها يعني في مباراة فريقين إليس كريب جاوي يوسفية برشيد توقيف مدى الحياة يطريد أن يكون هناك كلا أو في النتيجة ليست هنا فقط أخطاء يمكن أن ينزال الحكم إلى درجة دنيا توقيف مدى الحياة يعني أمر يعني كبير جدا أيضا لا ننسى ناد بعض المشركة في الأول أكثر في المغرب يعيشون يعني نوقع استعداد لإستخدام تقنيه الضار وبالتالي يقضون ساعات طويلة يوميا يعني 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 دروس وافتكوين على استخدام تقنيه الضار يجرون مباريات وذلك بالتالي رب الحكم تم تعيين لآخر لحظة رب مكوبة الأمور قد صارت على أدائية المباراة وارتكبت تلك الأحطاء الجسيمة النواية والله وحده الذي يعلم بها كانت أحطاء بتيجة المباراكة فيها فوريا جمال صح التركيز أم أنها كانت أخطاء متعمدة يمكن جميلة حوالي هذا الفرار يكون معكاة إجابة يدفع الحكم إلى أن يكونوا يعني يقيدين وأن يكونوا مركزين حتى يؤذر مبارايات بشكل جيد الإيجابي أيضا في المرحلة المقهولة بمثل الكورفقة المغربية وأن تقنية الفار تبدأ تم تشريبها في مصابقة كاس في الضور النهائي وستم طريق العمل في شهر يناير المقبلة حيث سيكون مغير أول بلد أفريقي أول بلد أفريقي وأول بلد عربي في المنطقة الإفريقية أكيد طيب من تيازي مباراة أولمبي خريبكة ويوسفيت برشيد كان فيها فار ولا كانش فيها فار لا لم يكن الفار سيبدأ في شهر يناير المقبلة 2020 لم يكن فيها الفار يعني مباراة سوفيت برشيد أول في الخريب لأن لم يكن تخدم فار متخدمة أنا كمقفل الفار سيبدأ استخدمه في بداية 2020 ويكون كمقفل أول أسباب إيقاف الحكم مدى الحياة وحتى هذه اللحظة المؤشرات بتقول أن الإيقاف نتيجة أخطاف النية صح كده لا حسب والاتحاد المغربي قد أفضر بيانة في الموضوع والبيانة يتحدث عن أخطاء جسيمة أخطاء جسيمة يعني أثناء هذه المبارات فقط تحدث فقط عن أخطاء جسيمة وطبع الحكم من حقي أن يستعني القرار في المرحلة لكن أخطاء جسيمة هل تتوقع الاتحاد الإفريقي الفترة اللي جاي لو عنده حكام بيخطاء أخطاء جسيمة ممكن يوقفه مدى الحياة ولا شايف القرار صعب يتطب في الاتحاد الإفريقي أو لغنية الحكام يعني هنا يجب أن نرى مدون التحكيم مدى تقول الحالات التي سبق يعني أن تم إقاذ حكم الغاني جوز تلانسي وهذا يعني مدى الحياة بسبب مباراة تصفيات كاسعيلة وفي سندال وتم إعادة هذه المباراة لماذا إذا كان هناك أخطاء جسيمة غير من مباراة أن يكون مدى الحياة للأخطاء واردة بكور هذا أخطاء الحكاوة المؤتف أنها في القر الإذراف تكون بفعل فاعل وهذا يعني مؤتف أنه الأخطاء تكون بفعل فاعل التي تجد اختراس يعني المؤينة وتابعنا في السنوات الأخيرة في إبرا لأنه تقربت مجموعة من أخطاء المتغيرة في مجرى المباراة ممكن أعطيتك أعطيتك عديد من الأمثلة طوال بمسر لفارق الوجاد أو الأهل المصري أو حسن الجدير من حرمة من نس أهل إلى طور جمال حدات عديدة يمكن الحاجة أنها طيب أنت أختم معك بسؤال بسيط بس أنت ذكرت الأنديال اللي بتتعرض لظلم تحكيمي لكن فينها تشعر أن الأخطاء التحكمية كلها لصلاح اتجاه واحد هذا هو المؤسف كما قلت أن أحيانا الأخطاء حينما تكون في اتجاه واحد فهنا نتكلم هنا عن حالة تعمد وأن تلواردة مثلا فريق تراجي تونسي أكثر لأندي بإطريق يسببا من أخطاء الحكام وهذه الأخطاء يعني زيما نحكي لهذا الفريق نجموعة من الألقاء نتذكر كولينتو كليد شهيرة لمايكل إنرامو أمام المصري الحكم جثمة في نهاية رادس الماضية لم يحتسب هدفا صحيحا لفريق الويدان هناك عندما تكون أخطاء اتجاه واحد هذا مؤسف ويطرح تسأولات حول المتحكم حول من يتحكم في دولين التحكيم داخل دولين التحكيم والتعيين والاختيار مضبوط مضبوط سزة جمال ستيفي النقد الرياضي بجريدة المغربية رب أشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيل للقرى المغربية والقرى الإفريقية خلال الفترة القادم يعني إعلام مغربي وإعلام في دولة شقيقة متفق معنا في كل التفاصيل اللي بتكلمني فيها في الحلقة يا كابتن أيمان كل التفاصيل نتكلم فيها متفقين معنا بالضبط وقال لك حالة كمان قال لك يعني التجير مش تجير لجنة زي ما قلنا مش تجير مش تجير الأشخاص التجير هو من تعادل أفريقيا قال لك هما من فوق يعني لأنه ممكن يكون اللجنة يعني هما مش مش زنبهم يعني فكسة لازم تجير من فوق طيب بس أكد على معلومة وكنت حرك بتسأل برضو عن فكرة إقاف الحكم المغربي كابتن يشامي تيازي أخطاء جسيمة مش أمور تانية أخطاء جسيمة بس إقاف مدى الحياة مدى الحكم موقفوه هو بلك من حقه أنه هو يستأنف ما هو تبقى لللاحة تبقى لللاحة بس في حجم القرار وقوة القرار قوة القرار لأنه عنده أخطاء كبيرة في الكبيرة زيادة عن اللازم ده ما يتطبقش على جوة جوش وبنده في خطأ تطبيق القانون في طرد أي من أشرف لا هو أسأ قدس وبس هو طبعا هو ده خطأ بس خطأ جسيم في تطبيق القانون هو خطأ طبعا في تطبيق القانون هو لازم يقف فيه طبعا عكوبة لي من الاتحاد الأفريقي لأنه طبعا خطأ المفروض مثلا عكوبة مثلا كان يدي نزار بيدي طرد بيعلم فرقة طول المباراة بتلعب نقص حوالي 80 دقيقة بالوقت الضائع يعني بتلعب المباراة كله كلها نقص ولكن مش أنه يقفك مثلا إذن ما قال لك بردو لس جمال الأخطاء دي موجودة يعني من ناحية الأخطاء محمد ممكن أي حكم يخطأ أي حكم أكبر حكام العالم ممكن يخطأ يعني أنت لو جايب أكبر حكم ودايما بنقول في السيديوات أقلنا في وسائل التحليم ممكن تبقى أنت حكم وبقول له حكامنا دايما التحكيم مش أن أنت خلاص حكم كويس ممكن أنت النهاردة ما تبقاش موافق تخطأ ما يبقاش يومك دوارد كله يعني إحنا بنتكلف في حاجات تانية هي المفروض تتصلح ويبقى التحكيم الأفريقي يبقى أقدر من كده يعني بكثير طيب أنا معايا قائمة الحكام اللي حكموا في كاس الأفريقية الأخيرة وقدامك كابتن عيمة للحكام مين منهم مرشح لكاس العالم القادم ألفين التين وعشرين عشان أعلم معاياك على الأسامي دي ونشوف الفترة الجاية هيحكموا فين والمين طيب أنا عندي أنا عندي عندي مصطفى غربال اللي هو كابتن عمود في كاس العالم الأندية تمام حكم الجزائري حكم الجزائري عندي فيكتور جوميز تمام فيكتور جوميز عندي ردوان جيد ردوان جيد من المغرب عندي صدق السلمي بس هو صدق السلمي هي فترة وكان موجود من ضمن القادم بس الفترة المفاتر أهو لم ترحش بطوله اللي رح أمين عمر يعني هل أمينة هيبقى موجود مع المجموعة دي لأنه أمين رح كاس العلام للنشئين فترة الفاتحة. تمام. مراحش راح امين. صدق السلمي كان موجود المفروض. آه عندي آآ ماجنتي من السنغال. آآ وعندي. ماجنتي نداي. آآ ماجنتي نداي. تمام. وعندي جون آآ باندو من الكونغو. بس ماجنتي نداي ده معاك نين مساعدين آآ ضايعين. ضايعين جدا. ما بقى الاتحاد دولي بقى الاتحاد دولي بقى هو ما يلعبه معاك بطولات. آآ. واكيد هيشوف. آآ دول اللي موجودين دول اللي هم الجدوات اللي هم يعني لقى احدث. جهاد فيش الفين اتن وانا ما انا اقول لحدك. عندي عندي بقى في القدام دول اللي هم شغالين دلوقتي. عندي. تمام. آآ جهاد وعندي باملك. وعندي السكيزوي. سكيزوي. آآ. والمفروض المفروض مهدي. مهدي انا مش شايفه خالص.